قبضة حديدية ونفس طويل بتوابل الطمأنين والبرود تتجسد في حديث وزيرة التربية نورية بنغابريد عن لقاء بحر هذا الأسبوع سيجمعها بشركائها الاجتماعيين وتتراء في تأكيدها على عدم تخوفها من الإضاء بالذي يشنه المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني موسع منذ أسبوع فهي مصرة على فرض منطقها على نقابات التربية رغم فشالها في لقائها بهم الخميس الماضي وذلك بتكريس لقاءات دورية موقف قابله أكبر تنظيم نقابي ممثل عبر الطور الثالث بجعل مطالب عريضته أولى الأولويت نحن عندنا نشعر بالإضراب عندنا مطالب نحن نريد التفاوض حولها لغير ورغم أن النقابات السبعة المشكلة لتكتل النقابات التربية أعلنت عن دخولها في إضراب أيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر مرس القادم إلا أنها رحبت بفكرة الاجتماع بالمسؤولة الأولى على قطاع التربية غير أنها قرنت عدولها عن شل المؤسسة التربوية بتراجع بن غابريض عن قيودها وشروطها التي فرضتها للإمضاء على محاثر الاجتماع غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هل خرجت بن غابريض التي تتحدى من خلالها نقابات التربية وإسرارها على فرض منطقها يعتبر تكتيك لترويض شركائها أم تهور؟